اشتركوا في القناة بلدا واحدا وشعبا متأخيا على الدوام وخير الاشقاء وخير السند لبعضهما البعض وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد شرف حفل الاستقبال الذي اقامه سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سافير دولة الكويت الشقيق لدى مملكة البحرين بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لليوم الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير السادسة والعشرين حيث قدم السموه التهنئة بهذه المناسبة الى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة والى سمو الشيخ نوافل احمد الجابر الصباح ولي العهد والى سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء والى شعب الكويت الشقيق متمنيا سموه للدولة الشقيقة دوام الازدهار والتقدم في ظل قيادة سمو امير دولة الكويت وحكومته وقال سموه ان ما يكنه ابناء مملكة البحرين من محبة وتقدير لاشقائهم في دولة الكويت هو ترجمة لما يربط بين البلدين من وشائج ارساها الاجداد والاباء وان فرحتهم بعيدهم الوطني تجد صداها في النفوس والقلوب لتجسد خيرا شاهد على عمق العلاقات الروابط الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتمييزها على كافة المستويات واكد سمو ان دولة الكويت في ظل قيادتها الحكيمة تزدان عاما بعد عام بانجازات تدعو للفخر والاعتزاز تأكيدا على تواصل ونجاح الجهود المباركة للدولة الشقيقة في بلوغ اهدافها التنموية الطموحة في كافة المجالات معربا سموه عن خالص تمنيات لدولة الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرقي والازدهار ونوها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عمير دولة الكويت الشقيقة في دعم كل ما من شأنه تقوية البيت الخليجي وتعزيز التضامن العربي وفق منهجية ورؤية تستهدف الخير والرخاء للبشرية جمعا واستذكر سموه بالتقدير مواقف دولة الكويت الشقيقة المساندة والداعمة لمملكة البحرين والتي ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية البحرينية وقد أعرب سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين عن اعتزازه وتقديره بزيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وحرس سموه على تقديم التهاني بالعيد الوطني الكويتي بما يعكس بصورة جلية خصوصية العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة مقدرا عاليا لسمو رئيس الوزراء هذه اللفتة والتي توثق للاهتمام الذي يبديه سموه لتنمية وتطوير العلاقات البحرينية الكويتية ترجمة نانسي قنقر